يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم من قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو عاش على الكفر وعند موته تلفظ بالشهادتين يعد من المسلمين وتنفعه تلك الشهادة وهو لم يعمل أي عمل صالح نعم نعم واضح هذا أن الإنسان إذا من الله عليه بالتوبة ومات يعني تاب قبل أن تبلغ الروح الغرغرة أن الله يتوب عليه ويدخله الجنة ولو كان لم يعمل شيئا دليل اليهودي الذي عزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم اليهودي وهو في النزع في سكرات الموت أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار فإذا تاب الإنسان ولو في آخر حياته وآخر لحظة ومات على الإسلام تاب الله عليه وصار من المسلمين نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله وأما كونه لم يعمل شيئا فهو معذر لأنه لم يتمكن من العمل لم يتمكن من العمل وليس معنى ذلك أن العمل ليس من الإيمان الإيمان من العمل من ترك العمل وهو قادر ولم يعمل شيئا فليس بمؤمن لكن من لم يتمكن من العمل أسلم ثم قتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل فهذا معذر نعم ترجمة نانسي قنقر